لو الحكاية فيها إنا فيديو النهاردة الجمعة 8 نوفمبر والنهاردة الأمر موجود في برج الحمل من الساعة 1 إلى 10 الدهر عندنا كمان المريخ في الميزان والشمس في العقرب وفينوس والمشتري في الكوس وضحل وبلوتو في الجدي وعندنا 3 كواكب مازالوا بيتراجعوا أورانوس بيتراجع في التور وعطارد بيتراجع في العقرب ونبتن بيتراجع في الحوت خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر إزاي على 12 برج نبدأ ببرج الحمل موليد الحمل النهاردة عندكم الأمر موجود في برجكم ده بيديكم طاقة ونشاط وسكة بالنفس وقدرة على التقلق وتعرفوا تلفت والنظر ليكم وخصوصا أنزار الجنس الأخر نروح بعد كده لبرج التور وموليد التور النهاردة عندكم للأسف الأمر في منزل الصحة الصلبي فده ممكن يقلل طاقتكم فضروري النهاردة تاخدوا قسط وافر من الراحة وما تهملوش أي عارض صحي واعملوا في سرية وكتمان وكمان حاولوا أنكم تبعدوا عن الزهو بنفسكم والفخر بإنجازاتكم نروح بعد كده لبرج الجوزاء وموليد الجوزاء النهاردة عندكم الأمر في منزل الأصدقاء وده بيديكم حياة اجتماعية موفقة وتقدروا توتدوا علاقتكم بالأصدقاء وكمان تقدوا أوقات حلوة معاهم النهاردة من السهل تحصلوا على دعم من أصحاب ويكونوا متعاونين معاكم وإنتوا كمان عندكم استعداد للتعاون وللمشاركة مع الآخرين كمان على الصعيد المهني عندكم فرص أنكم تحصلوا على دعم من زملاء في العمل أو رؤساء في العمل نروح بعد كده لبرج السرطان موليد السرطان النهاردة عندكم الأمر للأسف وده معاكس وده ممكن يخليكم تميلوا للعصبية أو للتشوش فضروري النهاردة أنكم تحاولوا تتحكموا في عصبيتكم وتحاولوا كمان تتكيفوا مع المستجدات بدون تزمر يعني ممكن يكون فيه تغييرات مفاجئة أو حاجة تتطلب منكم مرونة مع وضع جديد فحاولوا تقابلوا أي تغيير بدون تزمر نروح بعد كده لبرج الأسد هو موليد الأسد النهاردة الأمر عندكم في منزل الحظ ده بيديكم حظ على كل الأصعيدة ماليا ومهنيا وعاطفيا بشوف أنه النهاردة يوم مناسب لو عايزين تعملوا رحلة أو تخططوا لسفر كمان لو بتسعوا لسفر ولو بتتعاملوا مع جهات أجنبية عندكم فرص لتوطيد صلاتكم بالجهات الأجنبية كمان النهاردة عندكم استعداد توزنوا الأمور بعقلانية أكتر وتعرفوا تتوصلوا لحلول مثالية وعندكم استعداد تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم وده بيساعدكم على التطور نروح بعد كده البرج العزراء هو موليد العزراء النهاردة عندكم الأمر في منزل المدخرات وده بيديكم يوم مناسب جدا للبيع والشرع ولاتخاذ قرارات مهمة وموفقة على الصعيد المالي تعرفوا عموما النهاردة أنه تقوموا بالدور المناسب في مختلف المواقف وتعرفوا كمان تخططوا كويس لمستقبلكم نروح بعد كده لبرج الميزان وموليد الميزان النهاردة الأمر في مواجهة برجكم لازم تكونوا منتبهين حاولوا أنكم تحتموا أكتر بحقوقكم وما تتسرعوش في قراراتكم سواء كانت قرارات مالية أو مهنية أو شخصية لازم تدرسوا كل خطوة أنتم مجدمين عليها كمان في الحركة وفي السواقة مهم جدا أنكم ما تسوقوش بسرعة وتتحركوا بالراحة حفاظا على سلامتكم نروح بعد كده لبرج العقرب وموليد العقرب النهاردة عندكم الأمر في منزل العمل الإيجابي ومنزل الصحة الإيجابي ده بيديكم طاقة ونشاط وحيوية وتعرفوا أنكم تقوموا بالواجبات اللي عليكم على أكمل وجه يعني سواء كانت واجبات مهنية أو واجبات منزلية عندكم كمان تموح كبير بيدفعكم للنقط حقق وتقدم وتقدم بقوة مهما كانت الضغوط اللي قدامكم نروح بعد كده لبرج الكوس وموليد الكوس النهاردة عندكم الأمر فوضى داعم عندكم طاقة كبيرة وعندكم قدرة النقط خطته حلو وتنفذوا خطاتكم بسهولة كمان النهاردة موليد الكوس عاطفيا تقدروا تقضوا وقت رائع الأمر في منزل الحب بيديكم طاقة عاطفية وميدل الرومانسية وتعرفوا تعبروا عن مشاعركم بجرأة وبشجاعة موليد الكوس كمان النهاردة عندكم لو عندكم أولاد تقدروا أنكم تعملوا تفاهم أفضل مع أولادكم وتقدوا أوقات حلوة مع الأحباب ومع الأولاد وكمان مهنيا تقدروا أنكم تقوموا بعملكم على أكمل وجه نروح بعد كده لبرج الجادي وموليد الجادي النهاردة عندكم الأمر للأسف وده معاكس ده من الساعة واحدة العشرة الدهر فضروري تبدأوا تأخذوا بالكم ما تتصرعوش في عصبيتكم وفي انفعلتكم حاولوا النهاردة أنكم تتجنبوا الدخول في أي حوارات فيها تحدي أو فيها صدام حاولوا كمان تكون عندكم ساعة صدر واستعداد للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة من الآخرين خصوصا على السعيد العائلي والاجتماعي نروح بعد كده البرج الدلو موليد الدلو النهاردة عندكم يوم رائع اجتماعيا ومهنيا وعاطفيا النهاردة وعائليا كمان النهاردة عندكم يوم مناسب كمان لعمل انترفيو عموما تعرفوا انكم تبرزوا مواهبكم وعندكم قدرة على الإقناع والأباقة وديبلوماسية وكمان عندكم قدرة على التفاوض كل ده بيساعدكم لو عايزين تعملوا انترفيو أو تقنعوا حد بفكرة أو تطلبوا بحقوق حتعرفوا تلخصوا المواقف بحكمة وتعرفوا تتخذوا قرارات مناسبة نروح بعد كده لبرج الحوت وموليد الحوت النهاردة عندكم الأمر في منزل التاني وده بيساعدكم انكم تاخدوا بالأسباب في سعيكم ناحية أي هدف بس ضروري تحاولوا تكونوا يعني تتأنوا في حركتكم تكونوا حذرين النهاردة ممكن يكون تركزكم أقل فده يوقعكم في أخطاء فلازم تراجعوا كويس كل خطوة انتم مقدمين عليها تجنبا للوقوع في أخطاء وتجنبا للخسارة وكده نبقى خلصنا الـ 12 بورج النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة